أهلاً فيك دكتور شطح بعد غيات طويل نطريناك إننا هذه الحلقة دكتور شطح الناس فعلاً اليوم مرعوبة الوضع الأمني ما بيطمئن الكلام اللي عم نسمعه عن سيناريوهات يعني تتنقل بين البقاع الجنوب صيدة طرابلس بيرح بالأمس بيروت هايدي القنبلة الصوتية اللي رميت بسليم اسلام طيب من يعني من يحرك اليوم الوضع الأمني من له مصلحة بتدهور أو تصعيد هذا الوضع الأمني في لبنان دنيز أولاً ما بعتقد الوضع الأمني بفاجئ كتير ناس بالواقع إذا بنرجع شوي لورا منلاقي أنه يمكن بالسبع سنين الماضي كان في وضع أمني مهتز اليوم يمكن عنوانه معين بشكل معين بمناطق معينة بإذا منستعرض الوضع الأمني في لبنان بالسبع سنين الماضي أو من السنين الماضي منلاقي فيه اهتزاز حقيقي ونحن بالسبع سنين الماضي عم نحكي على شيء أساسي بغض النظر عن المستجدات اللي رح أحكي عليها هلأ بس حكينا على شيء أساسي أنه لا يمكن ضبط الأمن وأعطاء الدولي القدرة السياسية والمعنوية لضبط الأمن بوجود وضع شاز في لبنان بوجود ميليشيات نعم ميليشيات تحت أي عنوان عنوان مقاومة عنوان منظمات فلسطينية أو مخيمات هذا الوضع سيؤدي بنهاية الأمر إلى تفشي انعدام الأمن بشكل أو آخر شو ألو عليه السلاح المقاومة بترابلو؟ شو ألو عليه السلاح المقاومة بصيدة؟ شو ألو عليه السلاح المقاومة بعرسال؟ أنا ابتدأت بالحديث عن هذه تقول أنه في شيء هيكلي يلي قاعدة مهتزة بالأمن بتصعب على الدولة الإمساك بالأمن بطريقة متساوية على الجميع طبعا فيه مستجدات وبالسنتين الماضيين فيه أمر كبير بسوريا عم يصير إذن الإشكالية اللي كانت موجودة إجا عليها إشكالية إضافية وخطيرة ومش بعيدة عنها يلي هي إشكالية الوضع السوري من تقريبا عشرة الشهور نحن بـ 14 إدار بجدية كاملة وبعد هيك نظرة موضوعية على الوضع الأمني بالبلد وكيف عم تتآكل هيبة الدولة والأمن والاستقرار بشكل عام فعلا تقدمنا نحو الفريق الآخر نحو حزب الله وحلفائه بمحاولة الوصول إلى التزامات متبادلة وكاملة بموضوع الحدود بموضوع عدم التدخل في سوريا بموضوع عطاء الجيش القدرات وحتى الاستعانة بكل شيء يحتاجه الجيش اللبناني من الداخل أو بالخارج والتزامات بتحييد لبنان عن هذه المحرقة اللي حتى من سنة شايفينا أنه محرقة ورح تستمر بدينا اليد بهالغرض للأسف خلال السنة الماضي شفنا استمرار بالانزلاق واستمرار بالانزلاق متطور أخيرا بالأشهر الماضي وأكيد الأسبوع الماضي شفنا نقلة نوعية بالواقع بالسبع سنة الماضي دنيز كانت الإشكالية بالنسبة لقلنا قبل استفحال الوضع السوري أنه في وجود مسلح ضخم لحزب الله اللي هو بحلف عسكري استراتيجي مع إيران هذا التواجد هو جزء من استراتيجية الدفاعية الإيرانية واعتبرناه خطر على البلد وعلى الدولة وعلى الكيان وعلى التعايش وعلى كل شيء الآن يبدو وإن شاء الله حدا يقدر يبرهن العكس أنه حزب الله قرر أنه فيه أهمية لاستعمال هالواقع طبعه أيضا بالمعركة السورية تحت عنوان حماية بعض اللبنانيين أنا بقول إذا كانت أوارمر من إيران بأنه حزب الله الذي استثمرت فيه إيران لسنوات وسنوات وسنوات ارتأت الآن أنه المعركة السورية تتطلب دور مباشر للحزب هناك إذا كانت هذه مطالب إيرانية على الحزب أن يقول لا لأن إذا كانت إيران عم تتطلع على المربع اللبناني عم تشوفوا جزء من معركة الكبرى يلي أكبر من لبنان بالنسبة لقلنا لا في لبنان واحد ولا نريد أن نعرض هذا المربع للخطر إذا كان بس كلمتين إذا كان لا مش تعلمات من إيران هذا قرار جاي من الحزب بتقييم من عنده أنه واجبه هو يدافع على الناس بسوريا إن كانوا السوريين ولا لبنانيين إن كانوا شيعة أو غير شيعة بيكون عم يعمل خطيئة وطنية بقول خطيئة وطنية لأن رح ترتد على المسلمين والمسيحيين على الشيعة والسنية كيف؟ إذا كان في خطر كيف رح ترتد؟ ببساطة ميليشيا بتأدي إلى ميليشيا أخرى تدخل بيأدي إلى تدخل آخر أنا من جيل شفت بأوائل السبعينات لما كان في ميليشيات تحت عنوان تحرير فلسطين وراحت على الجنوب بإندفاعة صادقة بين مزدوجين بمعنى راحت تحت تحرر فلسطين عبر الجنوب اللبناني وما طولت تحت تأدت إلى قيام ميليشيات أخرى وبلبنان هالأمور مش صعبة هيدا الخوف الحقيقي طبعا لا نريد ونستنكر أي محاولة للتسلح من أي طرف ولكن لا يمكن نظر إلى موضوع وجود حزب الله شرقي الحدود بأنه هيدا لأسباب مقبولة دفاع عن نفس دفاع عن لبنانيين قاعدين ساكنين بهذه القرى الشعية هذا تحدث عنه سيد حسن نصر الله طيب أنه بده يدافع كمان عن ناسه ربما إذا كان هيك ولكن أنا بقول عزر أقبح من زم ببساطة ناسه إذا كانوا لبنانيين ما في دولة لبنانية ما في حكومة لبنانية حزب الله جزء منها يرفع لمجلس الوزراء موضوع ويقول في لبنانيين خارج الأراضي اللبنانية موجودين بسوريا كيف بدنا نحميهم؟ نجيبهم على لبنان؟ نلاقي طريقة تانية نحميهم؟ مين عطى لحاله هذا الدور مش مقاومة فلسطين مقاومة في سوريا ما بعرف إذا بسموها مقاومة ولكن أعمال عسكرية بسوريا دفاعا عن لبنانيين أو سوريين ما بتفرق المهم أن عطى دور خارج إطار الدولة اللبنانية يخص ناس خارج الحدود كيف بيبين الأمر لآخرين ربما بيعتبروا أنه فيه ارتباط طائفي أو غير طائفي بينهم وبين الناس بسوريا دكتور شطح يعني دايما في اتهامات عم بتوجهوها لحزب الله إن كان يعني من ضمنه أنه شارك بالأزم السورية ويشارك اليوم إن كان أيضا يعني ما اتهمته بأنه فيه عنده مجموعات عم بغزية بترابلوس بمناطق أخرى هو مسؤول عما حصل في عرسل كما سمعنا يعني لكن سيد حسن نصر الله كان واضح قال إنه هذا كله كله افترائي أعطونا الأدلة عندكم أدلة ولا القضية إنه قضية سياسية يعني توظيف سياسي هذا كلام توظيف سياسي حتى نضل عندكم شعبي لأنه عم دايما مواجهين الأسهم على حزب الله دنيس أنا مش من النوع اللي بيأكد شي مش متأكد منه أو بعمل اتهام سياسي هيك حتى اربح نقط أنا بقول حزب الله يقول إنه عنده دور عسكري داخل الأراضي السورية دفاعا عن لبنانيين سوريين شيعة سنة ما بيهمني هو عم يقول ما أنا عمقول هيدا مرفوض إذا إجا حدا بكرة بعكار بديه يبعد شيعة الكلخ دفاعا عن ما بعرف شو راحت مجموعة مرفوضة ومستنكرة ما إجا حدا وإذا إجا حدا دافع عن هذا الأمر نحنا مش بس نستنكره ومش بس نرفضه نحنا مدينا أيضا لحزب الله قلنا خلينا نعمل التزام متبادل إعلان بعبدة مش إجا من الهوى شفنا مخاطر التدخل مباشر ونحنا عارفين إنه عنا رأي واضح بما يتعلق بسوريا ملنا محايدين يعني بين النظام وبين سياسة النائب النفس يعني مش محايدين وأكيد حزب الله مش محايد ولكن سألنا السؤال البديهي نحنا في لبنان الفرقاء اللبنانيين هل نحنا مستعدين نلتزم بقواسم مشتركة تتركز على حماية لبنان وتحييده من هذه المحرقة لبنان احترق بالزمان سنة 58 58 ما بدي أرجع يعني تعريبا نصف قرن لبنان أنا زاك حكومة لبنانية قررت فعليا وكأن يعني تريد الدخول بحلف بغداد قدت إلى حرب أهلية شهرين راح حوالي 1500 لبناني بسنة 29 سبعين نزلق لبنان إلى استباحة حدوده وراح يمكن 100 أو 150 ألف تيل ما بنقدر نمتحن هالبلد من جديد مدينا إيدنا للوصول إلى التزامات حقيقية بأعلى سلطة رئاسة جمهورية وكان فيه إعلان مشترك وفيه 13 بند يمكن بس بالأساس تحييد لبنان هالحياد هالحياد بالتحييد مش كلمة إله ممارسات بس هو حتى السيد حسن نصر الله بخطاباته أيضا يعني الأخيرة كمان طلع فيه بخطاب وقال خلينا نحط اللي عم بيصير بسوريا على جنب وتعوله نبحث كيف بدنا ننقى بنفسنا ويعني نحيد هذا الموضوع عن الموضوع الداخلي هل يمكن تحييله بوجود ميليشيا لبنانية بسوريا عم تدخل بأتون المعركة السورية لا يمكن بس دكتور شطح يعني عفوا بس لو في فعلا قرار بالمشاركة ما كنا شفنا عناصر أكتر عدد أكبر يعني إذا قضيت أنه يعني مجموعات قليلة ما بيكون هذا يمكن أرار رسمي بأنه فعلا قرر الحزب يروح يشارك القليل قدي أليل التقارير مليانة بالعالم من أقصى إلى أقصى يقول أنه حزب الله يدرب ميليشيات مؤيدة للنظام ما بقدر أنا أحكم وين؟ على الأراضي السورية؟ ما بقدر أحكم بس أنا بقدر أحكم عما صدر عن حزب الله وقال أنه هدي مجاهدين وتزرع بأنه الدولة غير قادرة أنا ما سمعت الدولة عم ترد ما سمعت الدولة عم تاخد الموضوع على طاولة مجلس الوزراء لا يمكن التزرع بأنه الدولة مش قادرة أنا بعمل اللي بلاقيه مظبوط هيدا الأمر صار بخصوص المواجهة مع إسرائيل وصار له عم يصير سنين طويلة وهيدا طبعا موضوع إشكال أساسي الآن رفعناه إلى دور إضافة وخطروا أنه في محرقة في سوريا يعني إذا كانت الإشكالية بما يتعلق بحزب الله قائمة وأصمت البلد وهيك حددت تماسكه وأضعفت دولته الآن أمام شي داهم اسمه معركة على حدودنا طيب يا أما بدنا نفصل مية بالمية مش أنه نقول عدد بسيط يعني ما نبعث ميليشيا مش كبيري ما ممكن هيك طيب شباب مو تحمسين مثل مصار بتلكلخ لا ما كان ما فيه احتمال هيك هيدا كمان مطروح ما كان لو كان هيك كنا من عامله كأنه بتلكلخ وكان حزب الله بيستنكر مثل ما استنكرنا ما كان هيك كان قرار معلن بأنه فيه قضية حق وهالقضية الحق تستدعي وجود لحزب الله في سوريا هون خطورة الأمر بصير فيه تبرير من طرف آخر وهالانزلاق من طرف إلى طرف آخر هي بتشكل تاريخ لبنان وإذا مرجع على السبعينات الناس بقولوا بدكم تسترجعوا الماضي لا الماضي عم ينعاد لأن لبنان نفسه هشاشته نفسه تركيبته نفسه وإذا كانت الهشاشة هاي خلته كل عقد أو عقدين يتعرض لامتحان جديد ما بدنا نعرضه لامتحان جديد فيه طريقة لحماية لبنان مش إنه سر فيه طريقة تعتمد نعم على الجيش اللبناني اعطاؤه ما يلزم لضبط الحدود مساعدته من قبل الأمم المتحدة إذا كان هو بيلاقي حاجة التزام متبادل من الأطراف بموضوع الحدود وعدم خرق الحدود وعدم التواجد عسكريا التزام بنزع السلاح بالمناطق ترابلس ترابلس الحمد لله هلأ ما عم نشوف بين منطقة ومنطقة قزائف يعني بالليل عم تصير شوي يمكن بس ما منعرف هاش شوي أم ترح تصير هلأ مؤخرا سيارتين مفخختين انحكوا عنا دخلوا إلى ترابلس المطالبة إنه الموضوع الأمني يتاخذ بجدية من مين؟ مين بدوا ياخدوا بجدية؟ لط أطراف الدولة حزب الله و14 دار نحن مدينا إيدنا مدينا إيدنا بالفعل مش بس وعلى استعداد للفصل بين تأييدنا المعنوي للثورة السورية وبين حماية لبنان التي لا يعلو فوق أي غاية لفترة طويلة قبل 2006 دنيز كان دور حزب الله في لبنان تكتيك يعني على الساحة الجنوبية في الحرب الخفيفة القائمة بعد 2006 تحول للدور الستراتيجي وهذا الدور الستراتيجي تعازم وأصبح جزء من استراتيجية الدفاعية وتحديداً لإيران تجنب حزب الله أنه لبنان ينزلق وينزلق هو بالتالي إلى أتون مشاكل الداخلية وتجنب أيضاً عمليات في خارج لبنان مؤخراً في علاماتي استفهام هل حزب الله عم يدخل بعمليات خارج لبنان من نوع بلغاريا وأماكن أخرى؟ هذا علامة استفهام كبيرة هل يستعمل حزب الله أو حزب الله نفسه يندفع إلى دور جديد؟ بسبب الأزمة السورية إن كان في سوريا أو في لبنان هذه علامات استفهام يجيب علي حزب الله هالممارسة بسوريا أو إذا كان في استجلاب للمعركة السورية إلى لبنان أمر مش بالضرورة يقدر حزب الله يسيطر عليه يعني إذا كانت الحسابات إنه منقدر نحنا ندفع بدور بسوريا ونستجلب الأمور ولكن بدل في عملية مضبوطة يعني عملية سبع أيار كانت عملية أمنية عسكرية واعتبر حزب الله أنه محقة بالنسبة لأله طبعا بالنسبة لألنا طب وقبل سبع أيام لكن قال ما تجربونا كمان ولكن بسبع أيار بسبع أيار عمل عملية أمنية ومع كل فضاعتها وتأثيراتها اللي بعدنا عم نعيشها ما قدت إلى كارثة والسبب أنه صار في عملية بلد فعل مضبوطة لأن فعلا كانت الخيارات وقتها صعبة ومنزل البلد والحمد لله مع فضاعة اللي صار الآن بدنا نجربو مرة تاني هذه الحسابات اللي لازم تتراجع من قبل حزب الله حسابات الدور دور حزب الله بسوريا وإمعانه باستجلاب الوضع السوري وعدم قبوله بقواسم مشتركة حيائية والتزامات مش بالكلام التزامات حيائية تحت عنوان أعلان بعبدة ولكن بخطوات واضحة وبقيادة الدولة هذا عرض موجود لا يمكن للدولة أنه هيبتها تنحفز لا يمكن للكيان اللبناني أنه يدل مع وجود خطوط التماسي اللي نعرفها فيه لا يمكن للعلاقات الطائفية تبقى مستتبة وبوجود حزب الله الكائن العسكري الكبير يلي شأن أباينه ينظر إليه أنه أولا مرتبط بحلف استراتيجي خارج البلاد اثنين عنده سلطة أمر واقع عسكرية كبيرة كتير والتفوق على الدولة وثلاثة بيفرض حاله وقت الزوم تحتى يمسك بالنظام البلد طبيعته تلك حشة والسنين الماضية عم تزيد من حساسية الناس الطائفية والمذهبية والشعور أنه فيه استهداف هيدا عمينما هيدا حقيقة مش كلام عم نحكيه بالهواء بس صار تطبيق الأنون يعتبر استهداف تمام من شان هيك يجب معالجة الأمر بجدية وعلى أوسع نطاق على الجميع ما فينا نعطي انطباع وكأنه هون ما منمشي العنون وهون منمشي العنون بدون أي اتفاق سياسي ما فينا هون نعمل سياسي وهون نعمل أمن هون نعطي انطباع بأنه منا مستهدفين وهون نستهدف ما فينا لما بيكون فيه متهمين من أعلى سلطات قضائية باغتيال رئيس حكومة لبناني السابق وزعيم سياسي ومش حدا يعني طيب وخلص هيدا موضوع ما بتقدر تقربه عليه بتقولي لي هيدا الشي وهيدا الشي لا حضرتك معقول تقولي هيدا عمقول حضرتك حدا معقول يكون يقول هيدا الشي وهيدا الشي لما بتطلع عليه من الجهة الثانية ما بيشوفوها هيك بصير فيه استقواء على الدولة هيدا مسار يعني بياني برجع أول السبعينات لما المنظمات الفلسطينية استقوت على الدولة في مكان استقوى الآخرين على الدولة هيدا مسار انزلاقي لا يمكن إلا نوصل عليه منشان هيك التحذير منو عم يجي لأسباب سياسيه عم يجي لأسباب موضوعيه واذا كان فيه يعني محاولة لتجزيق الموضوع انو هون بنعمل شي وهونيك بنعمل شي تاني هيدا وصفي للفشل ما رح تقدر الدولة طبعا نحنا بدنا الدولة تطبق العانون على الجميع بس نحنا عم نحكي موضوعيا لن نصل إلى نتائج حقيقية إن كان بعكار ولا ببيروت ولا بطرابلس ولا بكسروان ولا وين مكان وبكرة ما بنعرف وين رح تطلع مناطق تلك أشكال جديدة والتاريخ اللبناني يشهد أنه ما بالطول الأمور تطلع أشكال جديدة هل هناك حالة من الإدراك أنه في عنا أزمة وطنية كبيرة طبعا أنه أزمات ولكن أزمة وطنية كبيرة بتقول أنه الأمن معرض والأمن معرض تلقائيا والأمر معرض بزيادة لأم في البعض يستهدف الأمن اللبناني اجتمع المجلس الدفاع الأعلى اتخذ قرارات جدد على أيضا أكد على قرارات كان سابقة متخذة يعني في حركة في خطة قيل بأن الجيش عم بيعد إلى مع القوى الأمنية فيه انتشار عم بيكون للقوى الأمنية منع منه أنه يصير فيه أي حالات أو تصادم بصيدة حتى بطرابلس يعني أنه الأمور بتوصل إلى حد ما يعني شو مطلوب أكتر من هيك إذا كان فيه خطة وطنية تشمل هذه الأمور وأمور الحدود والمدن وترابلس إذا فيه شي أنا ما بعرفها يعني إذا أنا بالك ما بعرفها أكيد معنات المجلس الدفاع أو الحكومة فشلت في قول لللبنانيين أنه أنا عم تعاطى مع الأمر بجدية ما فيه لحد هلا ما فيه جدية يعني بالتعاطى الرسمي مع الوضع الأمني أكيد لا أكيد لا هلا طبعا بيجي وزير الداخلية اللي كلنا منحبه ممكن يقولك ما فيه جدية لأن ما فيه عندي غطاء من الجميع الغطاء من مين بيجي نحن إلنا إذا فيه فريقين بالبلد وفيه فريقين نحن مستعدين أن نصل إلى التزامات حقيقية ونعطي الدولة كامل الدعم المعنوي والسياسي والمادي ونعين الجيش أنه يطبق الأمن الكامل حدودا ومدنا وأحياء على الجميع حينا ما عم يصير والسبب اللي ما عم يصير بدون من الجنة على الآخرين أنا ما نشايف من الطرف الآخر مد يد بعد ما وقع إعلان بعبدة شفنا بشكل واضح جدا أنه ليس هناك من رغبي بترجمة هذا الإعلان إلى تحييد بالطريقة الجدية ولما بكرة بيوصلوا لقناعة أنه خسارة الأمن اللبناني والكلفة على اللبنانيين رح تكون الكلفة على الجميع بما فيه عليهم ويمدوا أيدهم رح يلاقوا فيه فريق مستعد رغم كل تأييده المعنوي للموضوع السوري ورغم كل رفضه لبقاء حزب الله الجيش منفصل عن الدولة بالموضوع السوري وموضوع الأمني نريد أن نعمل معا على حماية لبنان من هذا الخطر الداهم ولحد هلأ فيه العكس تمام فيه استجلاب لهذا الخطر أنا شعر وأشعر أكثر اليوم بالخوف على لبنان من هذه الممارسات وعن أقولك طريقة موضوعية أنا عايشت فترة سنة 1970 لسنة 1975 بتفاصيلة ما كان فيه حزب الله بوقتها كان فيه منظمة تحرير فلسطينية تدفع باتجاه فلسطين بشكل ربما بعض اللبنانيين اندفعوا وراءها أكثر ما عم يندفع البعض وراء حزب الله الآن حزب الله أمام امتحان حقيقي التاريخ ممكن يعيد نفسه وهذا مش تهويل آخر حزب ممكن يحول نفسه لمليشيا على الأراضي اللبنانية هو حزب المستقبل أكيد بس مش هذا الموضوع لما بصير الأمور تنزلق إلى مسار تاني بتكون تضطروا تحملوا سلاح؟ لا 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 بالسبعينات نبعت وأنشئت مليشيات خارج السياسي دنيز الوضع ساعتها بيحط السياسيين على جنب بيحط الاعتدال على جنب بده يضطر يدافع عن نفسه لحنتابع هذا الحوار لكن بعد الفاصل الآلاني بيحط السياسيين على الجنب هل تسابع حجم غيرتسر بيحط السياسيين على جنب الجنب يعتمع هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر